السلام عليكم مباشرة وبدون مقدمات مجموعة عناصر غذائية مذهلة فعلا ورائعة موجودة في بذور الشية في بذور الشية يوجد كالسيوم لكن الكالسيوم فيها الضعاف الكالسيوم الموجود في الحليب وفيها أيضا معدن البورون الهام لصحة وبنية العيطان وأيضا فيها الفوسفور والبوتاسيوم والمغنزيوم والزينك والحديد والمنغنيز وفي بذور الشية يوجد فيتامينات بواحد وبيتنين وبيتلاتة الهام للصحة بشكل عام وضبط السكر والتخلص من القلق والاكتئاب بشكل خاص في بذور الشية أيضا يوجد فيتامين سي وفيتامين إي فيها أيضا بروتين وأحماض دهنية أساسية تشبه الأحماض الدهنية في بذور الكتان وهي في غاية الأهمية لبناء الخلايا في الجسم وتعمل على ضبط مستوى السكر في الدم ومفيدة في التخلص من القشور في الرأس وخلف الأذن من فوائد هذه الأحماض الدهنية أيضا أنها تساعد في جعل البشرة أكثر نعومة والتخلص من جفاف الجلد وجعل بنية الأظافر أكثر صلابة كما أنها تساعد في تخفيف آثار حروق الشمس والشفاء منها وأيضا هي مفيدة للسيدات في فترة انقطاع الدورة الشهرية ولمشاكل الأستروجين وتساعد في تحسين حالة مريض خمول الغدة الدرقية من خلال تحفيز اليود في الغدة الدرقية بذور الشية غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية لكن أوميغا 3 الموجودة فيها أكبر بكثير من أوميغا 3 في الأسماك والسعرات الحرارية في البذور قليلة ومضادات الأكسادة عالية جدا أحماض أوميغا 3 الموجودة في بذور الشية مفيدة لصحة القلب والشرائين وتساعد في تسييل أو تميع الدم وأيضا بخفض ضغط الدم وفي تنزيل الوزن الزائد وخفض الكوليسترول السيء والدهن الثلاثية وأيضا أحماض أوميغا 3 في بذور الشية مفيدة جدا للرؤية والإبصار وهام لتنظيف وديتوكس الكبد مضادات الأكسادة في بذور الشية تقوي جهاز المناعة وتحمي من السرطانات وتقوي عضلة القلب وتقلل الكوليسترول السيء وتقلل أيضا من الالتهابات في الجسم كل ما سبق هام جدا لكن الأهم على الإطلاق هو أن بذور الشية غني بالألياف التي تذوب في الماء هذه الألياف هي معجزة حقيقية سبحان الله هي مفيدة جدا للجهاز الهضمي وأيضا في تنزيل الوزن ومفيدة لمريض السكري ولمريض الكوليسترول الوصفة الصحية لبذور الشية وطريقة تخطيرها نضيف 2 ملعق الطعام كبيرة من بذور الشية لكوب حوالي 200 ملي لتر من لبن الزبادي أو حليب اللوز غير المحلة أو لكوب ماء ويتم تحريكها بشكل جيد ولمن يرغب بإمكانه إضافة عدة حبات من الدوت يعني حوالي 7 إلى 8 حبات وممكن أيضا إضافة 7 إلى 8 حبات من اللوز أو ما يعادل حجمها من الجوز المزيج سيعطي مادة تشبه الجل فهو غني بالألياف المنحلة التي تذوب في الماء والموجودة في بذور الشية وهذه الألياف هي أفضل غذاء للمكروبيوم وهذا مفيد لمريض الإمساك وأيضا لمريض القولون طبعا بذور الشية يوجد فيها نسبة قليلة جدا من مادة الليكتين ولذلك هي ليست مزعجة أو مؤذية لمريض القولون هذا الجل يحتوي أيضا على مادة هي بوليفينول هذه المادة هامة جدا كغذاء للبكترية النافعة لذلك هي تشبه الخضار المخمرة مثل الملفوف المخمر كل ذلك هام لصحة الجسم للجميع وخاصة لمن يعاني من نقص في المايكروبيوم والبكترية النافعة الملاحظة الهامة هي أنه يكفي نقع 2 ملعق الطعام من بذور الشية في كوب ماء بدون طحن ولمدة حوالي 20 دقيقة حتى تتكون مادة تشبه الجل غنية بالألياف المنحلة الموجودة في بذور الشية طبعا الماء بارد أو ماء بحرارة الجو العادي وليس ساخن لأن الماء الساخن يخرب تركيبة هذه الألياف ويفككها أكثر من المطلوب فلا نستفيد منها كما يجب المزيج أو الجل يتم تناوله على معدة فارغة قبل الوجبة الطعامية وفائدته تكون بشكل أكبر صباحا قبل وجبة الفطور مريض السكري عندما يتناول الكربوهيدريت والنشويات يعني خبز، رز، بطاطا، فواكه، قطع من الحلويات عندما يتناول واحد منها يرتفع مستوى السكر في الدم مباشرة ويبقى كذلك لفترة طويلة حتى يعود للمستوى الطبيعي لذلك ضروري جدا تناول غذاء يشكل شبكة من الألياف ويقلل من امتصاص السكر وارتفاعه السريع وبذور الشية عند تناولها قبل الكربوهيدريت والنشويات تلعب هذا الدور والجل وشبكة الألياف فيه يقلل من امتصاص النشويات والكربوهيدريت ولا يرتفع السكر بشكل سريع في الدم كما أن بذور الشية تسبب الشعور بالشبع وهذا مفيد لمريض السكري وأيضا لمريض السمنة والوزن الزائد والأشخاص الذين يرغبون بحرق الدهون بسرعة والتخلص من الوزن الزائد والكرش فتناول بذور الشية قبل الكربوهيدريت والنشويات يمنع ارتفاع السكر بالدم وبالتالي يمنع ارتفاع الإنسولين وهذا يساعد في ضبط الشهية تناول بذور الشية يحسن عمل هرمون الشبع وعمل القولون وجهاز الهضم والبكترية النافعة ويخفض الكوليسترول ويقلل الالتهاب وكل ذلك يحمي من مقاومة الإنسولين كما أنها تساعد في التخلص من مقاومة الإنسولين تناول بذور الشية ليس له أي آثار جانبية مزعجة أو خطيرة على الصحة بل على العكس تماما هي مفيدة وصحية ورائعة جدا لصحة المرضى وأيضا لصحة الأشخاص الأصحاء لصحة القلب والشرائين والجلد والبشرة ولصحة العظام والجهاز الهضمي ولصحة مريض السكري والكبد الدهني والكوليسترول والسمنة ولد أمراض المزمنة بشكل عام كما أنها مفيدة في تحسين حالة النوم عند المريض وتنظيم ساعات النوم بشكل صحي بعض الأشخاص بنسبة قليلة جدا لديهم حساسية لبدور الشية يسبب تناولهم لها انزعاج هضمي هؤلاء ببساطة يمتنعون عن تناولها أنا شخصيا والحمد لله لا أعاني من أي مرض أحافظ على عادة يومية هي تناول كوب صغير من بذور الشية يوميا قبل الوجبة الأولى 11 صباحا كوب ما أضيف له ملعقة صغيرة من بذور الشية أنقعها لمدة حوالي 20 دقيقة ثم أتناولها بعد ذلك أتناول وجبة الفطور بذور الشية في الحقيقة هي كنز بكل ما تعني الكلمة شكرا لفريق الإعداد في قناتي شكرا لهم جميعا وأخص بالشكر زوجتي الفاضلة الدكتورة أكابر خضور علي استشارية الأمراض الباطنة والغداد والسكري وأخصائية التغذية التي تشاركني في صناعة محتوى قناتي تقنيا وعلميا كونوا بخير بإذن الله دعموا قناتي بالمشاهدة واللايك وتعليقاتكم الحلوة وشاركوا الفيديو شوفوا الفيديو أكثر من مرة وكتبوا بالتعليقات الاسم وبأي بلد أنتم عايشين ووصلوا الفيديو لأصدقائكم ولأكبر عدد من الناس لتعمل فائدة تعليقاتكم حولي اللي انطرح بالفيديو بتهمني جدا وكتابة كل واحد منكم عن تجربته مهمة كتير موظم أسئلتكم إجاباتها موجودة بفيديوهات قدمتها في قناتي اكتبوا الدكتور نوار علي والموضوع اللي عم تسألوا عنه يعني مثلا دكتور نوار علي السكري نوع تاني واضغطوا على البحث باليوتيوب رح تظهر مجموعة فيديوهات لي حول مرض السكري وأيضا بالنسبة لأي موضوع آخر بنفس الطريقة أحبائي بنصحكم تضغطوا على هذا الرابط وتشوفوا بيديوهات هامة ومفيدة جدا اكتبوا لي تعليقاتكم عليها بحبكم جميعا عائلتي الجميلة عائلتي الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته